في مشروع يمتد لعامين تسع منظمات مدنية محلية ودولية إلى تحضير النساء للمشاركة الفعالة خلال إجراء أية عملية انتخابية في العراق وأقليم كردستان عبر إقامة دورات تدريبية وورشات عمل من شأنها إعطاء النساء قدرات خاصة على الترشح للانتخابات أو إدارتها مدة المشروع سنتين بثلاث مراحل المرحلة الأولى هي عبارة عن دورة نظرية في مجال الأنظمة الانتخابية والبرامج الانتخابات وقانون الانتخابات في إقليم كردستان والعراق ورح تستغل ثلاثة شهر والمرحلة الثانية كل واحد من المشاركات رح يقومون بكتابة بحث علمي عن النظام والقانون الانتخابات في إقليم كردستان هنا اجتمعت خمس وعشرون امرأة من المحافظات الكردستانية للتدرب على ألية إجراء الانتخابات من النواحي السياسية والقانونية واللوجستية بينما ثمنت مشاركات المشروع الذي يعمل بجانب الأحزاب السياسية على بناء المرأة القيادية أنا أرى بأن هذا المشروع لا بد أن يتطور به وتشارك به عدات كبيرة لتكون لنا نساء لها إلمام ومعرفة بالقوانين والانتخابات وخاصة في هذا المجال وفي هذه الفترة ربما سيتم إجراء انتخابات برلمان كردستان وإجراء انتخابات مجالس المحاوظة في العراق أنا دوما ما أشارك في كل نشاط فكري ينمي قدرات المرأة من الناحية الفكرية وأشجع جميع المساء على المشاركة كذلك هذه الدورات مهمة من الناحية المعرفية خاصة أننا مقبلون على انتخابات في إقليم كردستان ويأتي هذا المشروع في وقت ينتظر فيه الكردستانيون إجراء انتخابات برلمانية مقررة في شهر تشرين الثاني المقبل لقناة زاكروستي فيشيار محمد السليمانية اشتركوا في القناة